استهل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم الثاني من زيارته لواشنطن بالمشاركة في مائدة مستديرة بالمجلس الأطلنطي واستعرض وزير الخارجية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخرا وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تطلع بها مصر على المستوى الوطنية كما شهد الفعالية حوارا تفاعليا لوزير الخارجية مع الحضور حول أبرز القضايا الإقليمية حيث قدم الوزير عبد العاطي شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات في السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والسد الإثيوبي